أعزائي متابعين قناة ركاية وحكاية الكرام أهلا بيكم الحلقة دي مميزة جدا ومعلوماتها كتير قوي فركزوا معايا فيها إيه اللي بيحصل دلوقتي في حضائق أنتونيادس بالأسكندرية؟ إيه مشاريع التطوير اللي حتم هناك؟ إيه تأثير ده على النباتات الندرة والتمثيل التاريخية؟ وإيه قصة حضائق أنتونيادس من الأساس؟ كل اللي حضراتكم تحبوا تعرفوه عن حضائق أنتونيادس بالأسكندرية بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لو حابيني وصلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار الجديدة لايكوا وقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض أنا أخوكم وراد محمود ويلا نبدأ حضائق أنتونيادس هي حديقة نباتية عالمية مساحتها 45 فدان ومكانها في منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية بتحتوي على تصميمات للحضائق العربية واليونانية والفرنسية ومجموعات نباتية ندرة ومعمرة بتعتبر أقدم حديقة في العالم فتم إنشاءها في العصر البطلمي وكانت في القرن التسعتاشر ملك الأحد اليونانيين وتسمت باسمه حضائق باسترييه الوالي محمد علي امتلكها وبنى فيها قصر ليه وفي العام 1860 الخديوي إسماعيل بيكلف الفنان الفرنسي بول ريشارد بيعادة إنشاء الحضائق بشكل مصغر من حضائق فرساي بباريس وكانت مساحتها خمسين فدان قبل ما يوسعها الخديوي إسماعيل حتى حدود نادي سموحها الحالي بعد كده امتلك القصر والحضائق البارون اليوناني جون أنتونيادس واللي تسمت باسمه حتى الآن سنة 1918 بيهديها ابنه أنتوني لبلدية الأسكندرية الحديقة فيها مجموعة كبيرة من التماثيل الرخامية الندرة حجمها كامل لشخصيات أسطورية وتاريخية زي تمثال فينوس إلهة الجمال وفي إيديها مراية بتعكس دوق الشمس على شبابيك الأسر وفيها حديقة المشاهير واللي بتضم مجموعة كبيرة من التماثيل لشخصيات مشهورة زي تمثال كروستوفر كولومبوس وماجلان وبتضم كمان حديقة النزهة ومسرح أنتونيادس اللي كان بيتعمل فيه حفلات ليالي التلفزيون وحديقة الورود الأسر مزروع في مدخله شجرة بتخلت ذكرى توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1936 بين مصر وبريطانيا لانسحاب بريطانيا من مصر وتم فيه سنة 1944 الاقتماع التحضيري لإنشاء جمعة الدول العربية الأسر سنة 2004 اتنقلت ملكيته لمكتبة اسكندرية لتحويله لمتحف حضرات البحر المتوسط ولم يتم المشروع حتى الآن الحديقة تبعة لمعهد بحوث البساتين أحد معاهد مراكز البحوث الزراعية التبعة لوزارة الزراع اتعرضت الحديقة الفترة اللي فاتت للإهمال وعدم السيانة وبعض الأشجار أصيبت بالأمراض وانتشار بعض الحشرات والتعبين علشان كده بتتم دلوقتي أعمال تطوير للرجوع بالحديقة لسابق عهدها ايه اللي بيحصل دلوقتي في حدائق أنتونيادس بيتم عمل تطوير شامل فبيتم تطوير حديقة الورود وتطوير السوبة الملكية حيتم عمل مقر لبيع الزهور وقاعة للمؤتمرات وتطوير معمل الأنسجة الزراعية وتطوير البحيرة الصناعية وإقامة ممشا سياحي عليها وإنشاء مجموعة من الملاعب بيتم الآن إنشاء صور خارجي بشكل جمالي لتأمين الحديقة وتقليم وتهزيب الأشجار دون قطع لأي أشجار تحت إشراف معهد البحوث التابع لوزارة الزراعة مع الاحتفاظ بالتماثيل والأشجار الندرة ولن يتم تغيير معالم الحديقة أو القصر بعد الانتهاء من أعمال التطوير حيتم فتح الحديقة تاني أمام الجمهور ما تنسوش ترجعوا معايا لمصادر الحلقة في صندوق الوصف ولو الحلقة عجبت حضراتكم ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلكم إشعار بكل الأخبار الحصرية الجديدة لايكوا وقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض وشكرا لكم